الجلسة الثامنة اطرح الأثقال كيف تتفاعل مع الضغوط لماذا نقبل تدريبات الرب يسوع بإيمان نحن الآن في الجلسة الثامنة عنوان الجلسة اطرح الأثقال سنجد مواد هذه الجلسة في الفصل الحادي عشر أرجو أن نجلس في أماكننا ودعونا ندخل مباشرة لندرس موضوع طرح الأثقال سأبدأ الجلسة بكلمات رسول بطرس والتي ستصاحبنا حتى الجلسة الأخيرة يقول بطرس كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم هو يعتني بكم جانب أساسي في تسربلنا بالتواضع هو أن نخضع لله كما فعل كالب ويشوع نستطيع أن نقهر كل مقاومة تقف بين مركزنا الحالي وإتمامنا للإرسالية الإلهية وقت مناسب لنقول أمين نستطيع أن نقهر كل مقاومة تقف بين مركزنا الحالي وإتمامنا للإرسالية الإلهية نبني حساباتنا على يده القديرة ونثق في كلمته حتى لو كانت مخالفة للمنطق البشري يتحكم فينا إيماننا وليس إحساسنا أو طبيعتنا كل آمين لنحيا في هذا بحق علينا أن نلقي كل همومنا عليه إن هذا هو ما فعله كالب ويشوع فيما يتعلق بأبنائهم وزوجاتهم كانوا آباء وأزواج وكان يجب عليهم أن يهتموا بعائلاتهم لكن في نظرهم كانت كلمة الله تأخذ الأولوية كانوا يدركون أنه عندما يكون الله أولا ستكون عائلاتهم موضع اهتمام الله وحمايته كانوا متواضعين بحق نتيجة لهذا كانت احتياجات عائلاتهم بين يدي أقدر شخص في الكون لأنه يعتني بنا إن طرح كل همومنا على الله يعطينا القدرة لنستمر صامدين في إرساليتنا لكي نستمر في السعي فإننا لا نستطيع أن نحمل أثقالا استمع العبرانين 12-1 لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة والنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوعي أمامنا الأثقال تعيقنا وتمنعنا من أن ننهي السباق بنجاح هل تتخيل أن تجري في سباق وهناك كتل من الحديد في قدميك بلا شك لا تستطيع أن تجري الأثقال التي تمنع تقدمنا المستمر هي همومنا وقلقنا إنه الأمر الذي أثقل الجواسيس العشرة وبالتالي لم ينهوا مهمتهم بنجاح من المهم أن ندرك أن عائلاتنا ليست هي الثقل لكن القلق بشأن عائلاتنا هو الثقل إن كنا نشك في قدرة الله على أن يحمينا ويعطينا فإننا نطعن في كماله ونشكك في قدرته من الجميل أن نلاحظ أن كالب ويشوع أثبتوا في النهاية خطأ شركائهم بعد أربعين سنة حاربوا الكنعانيين لكن أسرهم لم يصبها أي ضرر انتهى الأمر ببركة لزوجاتهم وأولادهم بأن أخذوا ميراثا هو أرض مثمرة بدلا من السحراء التي ورثها العشرة تأملوا النتائج المختلفة أرادوا أن يحموا أسرهم وتعدوا كلمة الله الأمر الذي جعل أسرهم يريثون السحراء آمن كل من يشوع وكالم فورثت عائلاتهم أرض الموعد وهي مليئة بالخير في أوقات كثيرة من حياتنا أرجوكم أن تزغوا جيدا لما أقول في أوقات كثيرة من حياتنا يكون على كل مننا أن يختار بين أمنه وقصد الله في حياته هل سنختار الطريق الذي يؤدي إلى القيمة والمعنى أم نحاول أن نضمن راحتنا وسعادتنا إن اخترت ما يحفظ أمانك فلن تنتهي إلى ما هو معين لك من الله قد تنجح في أن تحتفظ لنفسك بقدر من الأمان لكن في النهاية ستكتشف أمام كرسي المسيح أنك ضحيت بغنى الحياة بعد فوات الأوان في الحقيقة إن كنت ستستمر في الرحلة التي رسمها لك الله فعليك أن تلقي بأثقال همومك واهتماماتك عليه إن طريق الله غالبا يصير ضد ما تعتقد أنه الأمان والراحة في مراحل حياتي ترسخت لدي أهمية تسديد احتياجات أسرتي علمني والدي أن المال الذي لا ننفقه نربحه كان أبي مدهشا لقد كان أبي مثالا لي وكان يسدد كل احتياجات الأسرة لذلك عندما تزوجت ليزا كانت أعظم أمنية هي أن أكون مسؤولا عن تدبير احتياجات البيت تعلمون أني كنت أريد أن أكون طيارا هذا ما أردته بشدة كنت سأذهب إلى المعهد المختص بهذا في فلوريدا وكنت سأحصل على رخصة الطيران وأصبح طيارا مدنيا لكن أبي لم يشجعني قال لي أريدك أن تكون مهندسا لذلك نفست ما قاله وأصبحت مهندسا وأتذكر أني قبلت الخلاص وأنا في الجامعة وشعرت بدافع شديد للخدمة كنا نتعبد في كنيسة كبيرة في دالس تيكسس أتذكر أنني في السنوات الأولى لعملي كنت أتقاد راتبا كبيرا بالرغم من أني مهندس مبتدئ لعله أفضل راتب يتقاداه خريج الجامعة في ذلك الوقت أتذكر أنه حتى بعد أن تزوجت ليزا كنت أشعر في داخلي بدافع شديد لكي أكرز بالإنجيل وكان الروح القدس يحثني في هذا الاتجاه كنت أنا وليزا نتحدث كثيرا في هذا الأمر قلنا دعونا نعمل الآتي سمعت من أحد الموظفين أن الشركة تعطي رواتب ضخمة لهؤلاء الذين يعملون خارج البلاد خصوصا في منطقة الشرق الأوسط لي صديق في الشركة فعل هذا وتقاد مبالغ ضخمة عندما ذهب إلى السعودية تحدثت أنا وليزا عن خططنا وقلنا دعونا نأخذ فرصة ونعمل في فرع الشركة في السعودية لنذهب إلى مسؤولة الموظفين فعلت هذا وطلبت منها هذا الأمر قالت ليزا إنه من الممكن أن نتحمل العمل هناك لعدة سنوات لنوفر مالا أكثر ثم نعود إلى أمريكا ونشتري منزلا متواضعا بالمال الذي وفرناه في السعودية ثم نتفرغ للخدمة ولا نطلب مالا من الناس كانت خطة رائعة لكنها اعتمدت على قدراتنا الذاتية وحساباتنا كما قلت ذهبت إلى مسؤولة الموظفين في الشركة بعدها قبلت شابا من كنيستنا وقد كان رجل الله حقا أخذني جانبا وقال أريدك أن تأتي معي إلى منزلي فأنا أريد أن أتحدث معك وذهبت إلى بيت توني لمدة ساعتين كانت توني يوبخني كثيرا هناك دعوة من الله لحياتك ماذا ستفعل إزاءها؟ إذا سرت في هذا الطريق الذي اخترته سينتهي بك الأمر إلى أن تصبح مهندسا عجوزا وتنحرف عن طريقك بعد ساعتين من التوبيخ عدت إلى زوجتي أشكر الله لأجل الأصدقاء من هذا النوع لن أنسى جميله أبدا عدت إلى زوجتي وقلت ليزا سأذهب إلى أول باب يفتحه لي الله للخدمة سأعلن أني مستعد لأقوم بآية خدمة في كنيستنا وسأدخل من أول باب يفتح لي للخدمة هل ستذهبين معي؟ قالت أنا معك يا عزيزي أتذكر أني انشغلت جدا بالخدمة عملت في البداية في فريق الترحيب اشتركت أيضا في خدمة السجون ودربت أبناء الراعي على لعبة التنس لمدة ثلاث سنوات كنت لعبا للتنس في إحدى النوادي عندما كنت طالبا بالجامعة أتذكر أنه بعد عدة أشهر انفتح أمامي الباب لأخدم في الكنيسة أتذكر أن زوجة الراعي قالت لي أريدك أن تكون المساعدة للراعي ولي كان لقبا مهذبا لكلمة خدام كنت أهتم بشراء البقالة غسيل السيارة توصيل الأولاد للمدارس قلت لها أود أن أعمل معك قالت أنا لا أعلم إن كنا نستطيع أن نتحمل راتبك عرضوا علينا راتبا متواضعا 18 ألف دولار في السنة عندما جلست أنا وليزة وحسبنا مصاريفنا لم تتفق مصاريفنا مع دخلنا لم يكن راتبنا يكفي مصاريفنا الشهرية كان لدينا ما يغطي نفقاتنا بالكاد فقط كان الله يسدد احتياجاتنا في هذه السنوات الأولى بطريقة عجيبة رأينا عمل الله في حياتنا مرات ومرات 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 كنا نعيش معجزة يومية في يوم من الأيام وجهنا هذا الاختبار هل ندفع عشورنا أم نشتري بعض الأطعمة؟ لم نتناقش أنا وليزة في هذا الأمر الأولوية لله وسندفع عشورنا لذلك أحضرنا عشورنا في صباح الأحد لم أتقادر راتب لمدة عشرة أيام بعد ذلك اليوم وكنا نحتاج لطعام المبلغ المتبقي سيذهب إلى بنود أخرى مثل قسط السيارة كان الأمر مثل العاصفة كانت لدينا سيارة واحدة موديل فورد كانت سيارة ليزة التي أخذتها منها بعد زواجنا ثم أتذكر هذا الأمر المدهش في أحد الأيام عندما عدت إلى المنزل من العمل وحاولت أن أشغل السيارة لكني لم أستطع كان موالد الطيار قد توقف كانت معي سيارة الكنيسة وكنت أذهب بها من البيت للكنيسة كنت مجغولا جدا بالخدمة لذلك أهملت إصلاح السيارة ثم أنها تحتاج مبلغا كبيرا لم يكن معي هذا المال لأني كنت سأشتري طعاما بعد عدة أيام وجدت الإطار الخلفية ممزقا والإطار الاحتياطي لم يكن يصلح الموالد تالف الإطار ممزق والسيارة مركونة في الخارج تأكلها شمس دلس الحارقة بعد عدة أيام رجعت إلى البيت أنا لا أبالغ أن أقول الحقيقة لأجد زجاج أحد أبواب السيارة قد تهشم إلى مئات القطع التي تناثرت داخل السيارة وخارجها نتيجة للجو الحار في دلس تمدد الهواء في داخل السيارة وانفجر الزجاج الآن أصبحت لدي سيارة بلا زجاج ولا مولد ولا إطار غطينا نافذة السيارة بمجموعة من أكياس القمامة وسهرت بجوارها طوال الليل لكني كنت أدرك أنه إذا جاءت بعض الرياح ونزلت أمطار شديدة سوف تمتلئ السيارة بالماء وستصاب بالصدأ نتيجة حر وأمطار دلس بالطبع كنت محبطا جدا لو لم أكن قد تركت عملي كمهندس لكان يمكنني إصلاح السيارة ببساطة اتصلت بعدة جراجات وكانت التكلفة عالية لم يكن لدي المال ذهبت إلى مكان هادئ وكنت غاضبا فاض بي الكيل لن أنسى ما قاله الكتاب في رسالة فيليبي لا تهتم بشيء بل في كل شيء بالصلاة قل لله ما الذي تحتاجه واشكره على ما فعله إن فعلت هذا ستختبر سلام الله الذي يفوق كل عقل أو إدراك بشري سلامه سيحفظ قلبك وفكرك لم يكن لدي سلام على الإطلاق لكني ذهبت إلى هذا المكان ثم تقدمت بكل جرأة لعرش النعمة وقلت يا رب أنت الذي أمرتني أن أفعل هذا أنت من تهتم به السيارة سوف تصدأ وهذا يزيد همومي الآن أنا أضعها بين يديك لذلك يا رب إن صدعت السيارة فهذه ليست مشكلتي بل مشكلتك هذا ما قلته بالحرف ثم طاردت إبليس قلت أيها الشيطان للرب الأرض وملؤها أنا أدفع عشوري عليك أن ترفع يدك من على المال إنه يخصني عندها لأول مرة بدأت أشعر بالسلام شعرت بالتمأنينة ملأني الفرح ضحكت بهستيريا قلت هل أنا مخبول؟ هل فقدت عقلي؟ لكن الضحك كان من القلب يقول الكتاب إن فرح الرب هو قوتنا في اليوم التالي مباشرة جاءت صديقة لليزا ورأت السيارة المعطلة في جراج بيتنا قالت ليزا لحظت سيارتكم المعطلة لدي صديق يعمل ميكانيكي السيارات هل تريدون أن أتصل به ليحضر ويرى ما يمكن عمله؟ اتصلت بالميكانيكي أتى وأصلح السيارة وتقاضى منا مبلغا قليلا جدا كنت قادرا على دفعه كان ما زال أمامنا مشكلة شراء الطعام بعد يومين جاء إلينا زوجان وقال لي ولليزا لا نعرف لماذا يلح الله علينا لم تكن لديهم أي فكرة عن احتياجاتنا كنت أنا وليزا نجلس في السيارة وكنا نبكي لعدة أيام لم نكن نبكي بسبب عدم إيماننا لكننا كنا محبطين لماذا نجتاز كل هذه الحروب؟ كل الرعاة في فريق العمل بالكنيسة كان لديهم ما يكفيهم لم تكن لدينا أي نقود لماذا نعاني؟ لم أكن أدرك أن الله كان يعدنا في هذه التدريبات كان يعدنا للمستقبل كانت عضلاتنا تتقوى جاء الزوجان إلينا وقال لا نعرف لماذا يلح الله علينا أن نقدم لك هذا وقدموا لي شيكا بمائتي دولار لم نختبر هذا المستوى من العوز مرة أخرى ذهبنا إلى فلوريدا وعملت راعيا للشباب في كنيسة كبرى وكان هناك انخفاض في الدخل وقتها كان لدينا رضيعان آسف كان لدينا رضيع وزوجتي حبلة بالثاني أصبحت احتياجاتنا أكثر لكن كان راتبي ضعيفا جدا جدا للمرة الثانية سدد الله كل احتياجاتنا بطريقة عجيبة ما حدث أنه في سبتمبر 88 كنت أصلي وقال لي الله سأنهي عملك كراع للشباب لكني سأرسلك إلى كل أمريكا لطعظ بكلمتي عندما تحدث الله بهذا إلي فكرت وقلت عليك أن تخبر راعيا لأني سبق وقلت له إني سأخدم معك هنا إلى يوم مجيء المسيح لم أخبر أي شخص بما حدثني به الله وبأنه سيرسلني إلى كل الأمة لأعظ لم أخبر سوى ليزا وصديق آخر بعد خمسة أشهر في فبراير 89 أتى الراعي في اجتماع الخدام كنا 11 من مساعد الراعي قال أعزائي أراني له رؤية في الليلة الماضية أحدكم سيسافر في خدمات تجوالية كارزا بالإنجيل هذا الشخص هو أنت يا جون بيفير حل علي روح الله وبكيت قلت لكن كيف؟ قال لا أعرف كيف لكنه سيحدث في أغسطس من هذا العام تلقيت سبع دعوات من كنائس في كل أمريكا كلها كنيسة على حدود كندا وأخرى على حدود المكسيك واحدة في كاليفورنيا وواحدة في فلوريدا كنت أرى المحيط من المكان الذي كنت أعظ فيه قلت لراعي كنيستي تلقيت سبع دعوات ماذا أفعل؟ قال سترحل كما تنبأت كان هذا في أغسطس قال سندفع لك راتبك حتى نهاية العام وبعدها ستكون أنت مسؤولا عن نفسك سافر حيث تريد واذهب إلى هذه الأماكن ومن أول العام ستعتمد على نفسك قلت الله يرتب الأمر ذهبت إلى هذه الأماكن السبعة لكن لم يدعني أي شخص بعدها للوعظ لأني لم أكن معروفا فهمتم؟ وعندما أتينا إلى نهاية نوفمبر بدأ الراعي يشعر ببعض التوجس كان يدرك أنني لن أحصل على الراتب بعد خمسة أسابيع ولم أتلقى أي تدعوات لذلك أعطاني خطاب توصية مميزا كذلك أعطاني عنوين ستمائة كنيسة كان قد سبق ووعظ فيها وقال يمكنك أن تعمل ما تريده كان معروفا على المستوى العالمي ولديه برنامج تلفزيوني أسبوعي قال جون افعل ما شئت بعنوين الكنائس الستمائة طبعت نسخا من خطاب توصية الراعي ونسخا من خطابي وكنت سأضعهم في خطابات بعنوين إلى ستمائة كنيسة وأرسلهم كنت قد انتهيت من إعدادي أربعين خطابا وهمس الروح القدس لي ما الذي تفعله؟ قلت أعرف الكنائس بنفسي قال لقد حدت عن إرادتي قلت لكن يا رب لا أحد يعرفني قال أعرف هذا ثقفية عندها كان علي أن أختار إما أن أعتمد على قدراتي خاصة لأؤمن مستقبلي أو أن أختار الاتضاع الاتضاع الحقيقي وأستمع إلى إرشادة الله مزقت الأربعين خطابا كي لا أغضب الروح القدس وبذلك أخفيت دليل الجريمة قلت يا رب إما أنا مجنون أو أني استمعت لك بصدق وصلتني دعوة بعد ذلك مباشرة كانت من كنيسة في جنوب كارولينا تجتبع بالقرب من المدافن كانت هذه أول كنيسة أزورها بعد أن توقف راتبي وصلتني دعوة أخرى من كنيسة صغيرة في جبال تينيسي يحضرها أقل من مئة شخص أو شكنا على نهاية شهر ديسمبر كان رأي كنيستي قلقا علي وعلى ليزا قال لدي فكرة ليزا لديك خبرات في العمل التلفزيوني فكرتي هي أن تعملي في برنامجي التلفزيوني نظير 45 دولار في الساعة عندما سمعت هذا طرت من الفرح قال من الممكن أن يسافر جون للخدمة وتستطيع أنت أن تعيش بهذا المبلغ كنت سعيدا للغاية وبينما كنت أصلي قال لي الرب إن عملت ليزا مع هذا الرجل سأخصم كل ما يدفعه لها من التقديمات التي كانت ستقدم لك قلت ماذا؟ قال أريدها أن تكون بجانبك لذلك قلت لها سنعتذر للراعي عن العرض الذي قدمه كان الراعي سعيدا بما سمعه في الأسبوع الأخير من ديسمبر قال الراعي جون في صباح الأحد وأنا أقدم الخدمة في التلفزيون سأقدمك للرعاء الذين يشاهدونني وستقدم كنيستنا لك دعما شهريا قلت أشكرك كثيرا يا جنب الراعي خرجت للصلاة مرة أخرى وقال لي الرب لن يعطيك دعما شهريا ولن يقدمك في التلفزيون لرعاة أمريكا قلت لماذا؟ لقد وعدني بذلك قال الرب إنه منقاض بالروح ولن يفعل هذا لأني سأقول له أن لا يفعل قلت لماذا لن تدعه يفعل؟ قال أنه عندما تواجهك صعوبات عليك أن تلجأ إلي لا إليه وهنا بدأنا الخدمة لم يعوزنا طعام دفعنا كل ثواتيرنا كان الأمر عجيبا ذهبت إلى الكنيسة التي في المدافن في جنوب كارولينا امتدت الاجتماعات في هذه الكنيسة لمدة أسبوع آخر حضر آخر يوم في الاجتماعات راعي من مدينة أخرى قال الراعي هل من الممكن أن تأتي إلى مدينتي؟ ذهبت هناك لكن المشكلة استمرت لم تكن لدي أي تدعوات بعدها ذهبت إلى منزل والدي في فلوريدا كنت في ملعب التنس حوالي الساعة الخامسة صباحا وقلت حسنا يا رب إن هذه ليست همومي بل همومك ليس لدي عمل وعندي التزامات مادية وأنت تدعوني إن لم تفتح أمامي الأبواب سأذهب لعمل آخر يمدني بالمال وأخبر الناس أنك تخليت عني هذا ما قلته بالتمام كنت أقولها ورقبتي ترتجف بعد ذلك ذهبت إلى كنيسة في ميتشيغان سيترى الروح الرب على المكان واستمريت فيه ثلاثة أسابيع اتصلت بزوجتي وقلت لها سأرسل لك ولأديسون تذكرا لتأتياني إلى هنا فالاجتماعات مستمرة كان هناك راعي لإحدى الكنائس يستمع إلى هذه المكالمة عندما انتهت المكالمة تقدم إليها وقال أنا متأسف لقد كنت غير مهذم واستمعت إلى مكالمتك لكن هل من الممكن أن يأتي زوجك إلى كنيستي؟ انتهى الأمر بأن ذهبنا إلى هناك مرات كثيرة هذا تدبير الله واستمر الحال بهذه الطريقة أخبرتكم أن الله سدد كل احتياجاتنا في السنة الأولى في أحد الشهور احتجنا سبعمائة دولار لندفع قسط البيت قلت لزوجتي إن موعد دفع قسط البيت غدا ونحتاج سبعمائة دولار ذهبت لصندوق البريد وجدت خطابا به شيك بثلاثمائة دولار آتيا من ألباما كان من زوجين فقيرين كتب أن الله دفعنا لنرسل هذا المبلغ لك وفي نفس المساء كنت أعد في إحدى الكنائس الصغيرة أتى إلي الراعي وقدم لي لفافة تحتوي على دولارات وأنصاف وأرباع دولارات وسنتات كنت أشعر بالسلام لإلقاء همي على الله ذهبت إلى فراشي ولم أكن قد فتحت لفافة التقدمة كان بها ثلاثمائة وسبعة وتسعين دولار مع ثلاثمائة سددنا القسط الله سدد احتياجنا بطريقة عجيبة فهمت الأسلوب الذي يدربنا به الله كان علينا أن نتعلم أن نلقي همومنا عليه حتى في الأمور الصغيرة مثل إصلاح السيارة كان من المهم أن نتعلم كيف نؤمن ونجاهد لماذا؟ لأننا عندما تفرغنا للخدمة انتقلنا من الراتب الضعيف إلى اللاراتب كنا على استعداد أن نتحمل الصعوبات أكثر في إرساليتنا إن التحدي الذي واجهناه في السنة الأولى من خدمتنا ساعدنا كثيراً لنمو أعدنا للمستوى الأعلى من النمو على سبيل المثال أتعرفون أن مصرفاتنا الآن أكثر من مائة ألف دولار أسبوعياً؟ إن لم أكن قد تعلمت أن ألقي همومي على الله وأؤمن به خطوة بخطوة في هذه السنوات الأولى ما الذي كنت سأفعله الآن؟ أقول بكل أمانة إن الأمور المادية الخاصة بالإرسالية لم تصبني بالأرق دقيقة واحدة لا يقدم لنا أحد عشورة لا يتبرع لنا أحد أسبوعياً كل ما لدينا هو أن نتعلم كيف نثق في الله أنتم تعلمون ما الذي تعنيه مائة ألف دولار لكن لكي أكون أميناً فإن أصعب جزء هو عندما بدأنا تمثل المائة ألف دولار أمراً صغيراً بالمقارنة لمجتزنا فيه في السنة الأولى في واقع الأمر الطريقة التي تعامل بها الله معنا هي أنه نقلنا من إيمان إلى إيمان بنفس الطريقة التي يتبعونها في كمال الأجسام عندما كنت في الخامسة والثلاثين من عمري بينما أنا وقف أعظ في أطلنطا بدأت أرى النجوم وكان ذلك في يوم الأحد صباحاً في ذلك الوقت كنت أعتقد أن ذهابي لممارسة الألعاب الرياضية هو نوع من تضيع الوقت كان هذا هو اعتقادي كانت زوجتي تصلي لأجلي يا رب أرجوك اجعل جوني أذهب إلى النادي ليمارس الرياضة لأنني كنت أصاب بالوهن كان وزني أقل حوالي عشرين رطلاً مما أنا عليه الآن كان يسكن بجوارنا مصارع محترف كنا أصدقاء مقربين خلصت زوجته وخلص أولاده لكن لهذا رجل قصة أخرى تصورت أنه الحل ذهبت إليه وقلت له كيب أرجوك هل تتفضل يا كيب وتأخذني وتدربني دربني على رفع الأثقال قال بالطبع ذهبنا إلى الملعب لمدة ثلاثة أشهر أتذكر أنه في بداية ذهابي مع صديق المصارع الدولي كنت أقابل أصدقاءه من أبطال كمال الأجسام كانت عضلات ذراعهم أكبر من فخدي كانوا هكذا كانت أجسادهم ضخمة أما أنا فكنت مثل العصاية لكن كيب كان فخوراً بي وقال هيا يا جون هيا يا جون كان رائعاً معي وقال لاحظ كيف نعمل هذا أدركت بسرعة أنك لا تستطيع أن تبني عضلات بأن تضع أثقالاً خفيفة وتقول واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة لكن بأن تضع حملاً ثقيلاً يكفي لتستطيع أن ترفعه ثلاثة أو أربعة مرات كنت أراقب هؤلاء اللاعبين وهم يستلقون وتوضع الأثقال على القديم يرفعونها مرة ثم مرة ثانية وفي المرة الثالثة أرى العروق وهي تنفر بالدم يبدأ الوجه في الإحمرار وفي المرة الرابعة يصيح كل اللاعبين من حوله ارفع 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 يصبح وجه هذا الشاب أحمر بمعنى الكلمة وتنفر عروق رقبته بطريقة واضحة ويرفع الأثقال مرة أخرى هكذا تبنى العضلات بدأت برفع خمسة وتسعين رطلاً لا تضحكوا كنوا مهدبين أتذكر يا أعزائي أني في الشهر الأول كنت قادراً على حمل خمسة وتسعين رطلاً استمريت في اللعب بإخلاص وأنا أرفع خمسة وتسعين رطلاً ثم بدأت في رفع مائة وخمسة ثم مائة وخمستاشر ثم مائة وخمسة وعشرين ثم مائة وخمسة وأربعين قال لي كيب واو هذا رائع ثم زاد إلى مائة وخمسة وخمسين مائة وخمسة وستين مائة وخمسة وسبعين مائة وخمسة وثمانين وتوقفت عند 185 بعد ستة أشهر 205 وكنت فخورا استمر 205 لخمس سنوات أتى بطل في كمال الأجسام ليعمل معنا في الخدمة عندما تحدثنا بدأت أتذكر بناء العضلات برفع الأحمال الثقيلة وعدت لتدريبي ثانية كنت في اجتماع في فرنسو كاليفورنيا وكان أحد رعاتي بطلا في كمال الأجسام أخذني إلى الملعب وقال سترفع 225 رطلا قلت لا يمكن قال سترفعه ورفعته بالفعل اتصلت بزوجتي استطعت أن أرفع 225 رطل دونت على التدريب ورفعت 235 ثم 245 وكان أخص ما وصلت إليه ثم ذهبت إلى الكنيسة في ميشيغان وتقبلت مع مدرب دولي لكمال الأجسام كان عضوا أمينا في كنيسة ديترويت أتذكر أننا ذهبنا إلى الملعب في هذا اليوم بعد خدمة الصباح الأحد وقال جون سترفع 265 رطل قلت أنت مخبول قال لي اذهب إلى الطاولة وسترفع هذا الرقم رفعت هذا الرقم كنت مندهشا بحق اتصلت بزوجتي منبهرا في العام التالي ذهبت إلى هذه الكنيسة مرة أخرى واستمريت في التدريب وضع لي برنامج مكثف من التدريب التزمت به قدمت عدة مساء الأحد وفي صباح الاثنين ذهبنا إلى ساحة الألعاب قال المدرب جون اليوم سترفع 300 رطل قلت ماذا هل أنت مجنون؟ قال لي يا جون لقد تحدثت بالأمس عن الروح القدس لقد حلمت بهذا اسمت واذهب للطاولة هناك لم أجادله لأنه كان من الممكن أن يقسمني إلى نصفين بعد الإحماء وضع 300 رطل على القديم أتذكر القديم وهو ينخفض بينما يصرخون ويقولون ارفع ورفعت هذا الثقل قفزت من على الطاولة بدأت أجري في الملعب قال لي سترفع الآن 315 قلت مستحيل قال لي اسمت واذهب إلى الطاولة قلت هل حلمت بهذا أيضا؟ وضع 315 رطل على القديم ورفعته عندما كان عمري 44 سنة رفعت 315 رطل كنت سعيدا للغاية اتصلت بزوجتي هتعلمون ما وضحه لي الله زميني في الخدمة الراعي في كاليفورنيا والمدرب الذي في ديترويد كانوا مثل الروح القدس اسمعوا ما يقوله الله في كورينثوس الأولى لكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعلوا مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا كان هؤلاء المدربون يعرفون ما أستطيعوا وما لا أستطيعوا أن أرفعه لم يدعوا 405 رطل في الوقت الذي لا أستطيع أن أرفع فيه سوى 315 انبهرت بقدرتهم على رؤية ما لم أرى في كل المرات التي كنت مقتنعا فيها تماما بعجزي كانوا هم مقتنعين بقدرتي الروح القدس أيضا يعرف ما نستطيع وأن نتحمله وما لا نستطيع إذا كان المصارع الدولي المحترف أسغل هذا جيدا وضع 315 رطل على القديم في بداية ذهاب لممارسة الرياضة ما الذي كان من الممكن أن يحدث أنا سأخبركم كان القديم سينزل علي بسرعة ويهشم قفص الصدري كنت سأموت وأنا على الطاولة تتفقون معي؟ كان الروح القدس يعرف ما هو معد لي ولليزة قال الرب أنا عارفني الخطة التي عندي لكم إرمية تسع وعشرين حداشر هو يبني إيماننا وفي طريق هذا البناء يعلمنا أن نلقي همومنا عليه بالطبع لم أكن مرتاحا ولكنني استفدت كنت في صراع مع مشاعري وكنت أريد أن أنسحب أو أستسلم لكني لم أفعل لأن الرب لم يتخلى عني استمرين مثابرين في الإرسالية الإلهية متغلبين على كل المقاومات الراتب الضعيف، السيارة المعطلة، تحديات السيولة المالية وكل التجارب التي مرت علينا كل هذه الأمور كانت أدوات بناء لتعطينا القدرة على مواجهة ما هو آت إذا فكرنا في المائة ألف دولار أسبوعيا في أول خدمتنا كنا كمن يحمل 315 رطل عند أول رفعة الروح القدس تعامل معنا تدريجيا ليعدنا للمهمة الكبرى لا تتحايا لتتجنب تدريب الرب المقاومة التي كنا نواجهها في أول خدمتنا تخص احتياجاتنا الشخصية إصلاح السيارة، دفع الفواتير، دفع مصنيف البيت ولكن التحدي الذي نواجهه اليوم تخطى بكثير احتياجاتنا الشخصية لأنه يخص الجموع التي اتمننا الله عليها إن كنا رفضنا تدريبات الله لنا في البداية لم استطعنا أن نكتسب القوة لخدمة من أرسلنا إليهم كان الله سيرسل شخصا آخر بدلا مننا للقيام بهذه المهمة فشلت إرساليات كثيرة لأنها رفضت أن تخضع للتدريب لم يؤمنوا برفع 145 رطل كخطوة لرفع 405 الآن هم غير مؤهلين لـ 405 للأسف يستبدلهم الله بآخرين لخدمته كم من رجال أعمال توقفوا بعيدا عن ما كان يريده الله منهم لأنهم لم يتعلموا من تجاربهم بدلا من أن يثقوا في الله ذهبوا إلى مؤسسات البشر واستخدموا وسائل غير سليمة ليتغلبوا على تجاربهم ينطبق هذا على السياسة، التعليم، الطب والقائمة طويلة إن الآب السماوي يعرف أفضل تدريب لكل واحد مننا الله ليس مصدر الضيقات التي تواجهنا لكنه يسمح بها لكي تقوينا على تنفيذ خطته آمين؟ لا تتحايل كي تتجنب تدريب الرب لا تنسى هذه الكلمات إن التجارب التي تواجهها اليوم هي بمثابة الإعداد لك للعمل العظيم الذي ستعمل في غدك أنا متأكد أن جواسيس إسرائيل العشرة لم يمروا بمراحل التدريب مثل كالب ويشوع لعلهم وجدوا طرقا فيها ليلتفوا حول التدريب والمصاعب بعيدا عن الإيمان بالله في لحظة القرار لم يكن لديهم الإيمان ليصدقوا موعيد الله الله لا يأتي بك إلى تحدي دون أن يزودك بالتدريب اللازم لمواجهة هذه الأمور بنجاح تعلم أن تلقي همك عليه باتضاع حقيقي حتى تستطيع أن تنتقل من مجد إلى مجد إلى مجد ومن إيمان إلى إيمان إلى إيمان ومن قوة إلى قوة إلى قوة أراكم في الجلسة القادمة الجلسة التاسعة قاوم إبليس اتخذ موقفا ضد العدو سلح نفسك ضد مكائده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر